أول تجربتي مع الواي بير كانت في 2008 دربت التوت و2009 خدت تقنيات المسرح ودي كانت من أمتع التدريبات اللي أنا حضرتها في حياتي لأنني كنت مخصوطة جدا وأول ما رح أحس فعلا أنه في شباب يشتغلوا بجد الشباب عندهم انتماء لحاجة معينة كان هدفنا أن إحنا كلنا نطلع من التدريبات عندنا سكلس، عندنا معلوات ودي كانت بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا أن أنا أطلع من مكان معايا مهارة معينة أطلع أقدر أطبقها في الجامعية بتاعتي أو مع الشباب اللي أنا عرفهم يعني دي أكتر الحاجات اللي كانت مهمة قوي بالنسبة لي في الفترة اللي بعد ما رجعت جامعيتي موضوع اختلف تماما تدي تنزل مشروع اللي أنا شغالة فيه أحس أنه أنا محتاجة أضيف كل حاجة خدتها في التدريب ودخلها جوة المجتمع بتاعي سواء بأصحابي سواء الأماكن اللي أنا بنفس فيه ومشروع بتاعي سواء النادي كل حتة كنت بنزل فيها كنت بتكلم عن المشروع كنت جيبق عندي التقنيات أو التكنيك اللي خليني أقدر أوصل للمعلومات دي لأي حد كانت من أجمل الحاجات اللي أنا اشتغلتها بعد كده كانت حملة اسمها حملة عيش حياتي نزلنا في المدارس أنا نزلت فيها في اسكندرية وفي مطروح كنا مبسوطين جدا إزاي بنوعي للشباب الصغير عن طريق المسرح وبندي معلومات فعلا مهمة ليه كانت بتتكلم عن مثلا حب شباب التغذية السليمة، زواج الأطفال، إصحة الإنجابية، الأيدز، التدخين، الإدمان دي كلها كانت موضوعات مهمة بالنسبة للشباب في الوقت ده وكانت انتريست جدا ليهم وكانوا هم مبسوطين حتى أن هم بيسمعوا معلومات لأول مرة مفيدة ليهم حتى على مستوى حياتهم الشخصية حتى أنا دلوقتي، أنا دلوقتي بعد ست سنين في النتورك كنت مبسوطة جدا إن أنا لسه منتمية لهذا الكائن للنتورك فعلا أضفتلي كتير جدا على مستوى حيات الشخصية وعلى مستوى حياتي العملية دلوقتي أنا بشارك في توعية مصرحية ضمن مجموعة من الجمعيات مشغالين على خدان الانس ودي إحنا بننفذ فيها تقنيات مصرح بتاع الواي بير على مستوى 16 محافظة في مصر